السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد انا عارف ان الغيبة طالت وان الناس هتضرب وهتشتم بس مش عارف يعني الدنيا مشغولة شوية عندي شوية حاجات يعني في شوية مشاغل كده الله يعيني الجميع فادعولي كده ربنا يسهلي اموري وان شاء الله نسجل باستمرار في فيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن اللي جاينيو زيلندا يحضر ايه في شنطته ويجيب ايه معاه من الورا ويجيب معاه ايه بالضبط ولكن احنا ما تكلمناش عن رحلة الطيران نفسها فتعالوا النهارده نتكلم عن رحلة الطيران وعن الحاجات اللي انت لازم تصرح ان هي معاك وانت دخل البلد فبدايا كده لما يكون في رحلة الطيران لسبعة وعشرين ساعة الرحلة الطويلة قوي دي لازم تعمل حسابك ان انت تمشي رجليك لازم كده كل اربع خمس ساعات تقوم وتمشي رجليك شوية عشان يعني الناس بتقول ان كتر القاعدة مش كويس فانت من الفضل للتانية قوم خش الحمام قوم ماشي رجليك امشي كده اوه هتلاقي عادي الناس بتعمل كده ناس بتقوم بتمشي وتقوم راجعة تاني عشان الدم كده يتحرك والدورة الدموية تمشي والموضوع يبقى جميل تاني اهم حاجة لازم تاخد بالك منها انك يكون معاك الم والالم ده يكون جاف مش حبر لان انا في اخر رحلة لما كنت رايح اليابان وانا في الطيارة بافتح الالم الحبر اول مرة اخد معاه بقى الم في الرحلة وباملى البيانات فبفتح الالم الحبر المفجر في وشي احنا على الطيارة لان احنا كنا على الارتفاع عالي فالالم مضغوط والحبر مضغوط ف يعني كانت غلطة ان انا كم معايا الالم حبر فيبقى يكون معاك الالم جاف طب انا كنت باملى ايه اصلا انت محتاج الالم ده في ايه لما تكون على الطيارة تقريبا في اخر الرحلة او في اول الرحلة هتلاقي المضيفة بتجيلك واتسألك عن الجواز بتاعك لتشوف ان انت مش نيوزيلندي تديك مجموعة من الورق تختلف على حسب الجواز بتاعك المهم ان احنا كمصريين بناخد ورقة الافصاح انك بتفسح عن الحاجات اللي معاك الحاجات اللي انت جايبها معاك ومن الظريف بقى ان زمان لما كنت في السعودية كانوا الناس واحنا على الطيارة بيعودوا يتريقوا ويقولك هو فيه لسه دول في العالم تخلي الناس تملى الفورمة طب ما هم عندهم كل بلانات طب مش عارف ايه الظريف ان نيوزيلندا وانت داخل بتملى فورمة وانت خارج بتملى فورمة صحيحة موضوع انت خارج ده تقريبا لغوه بعد ما انا جيت ولكن مهي كل دول العالم بتعمله هم وان نيوزيلندا بتخليك تملى فورمة المهم الفورمة دي انت بتملى فيها بياناتك ورقم الجواز والمكان انت جاي منه فورمة عادية بتاعت الوصول وبتكتب في الفورمة دي شوية حاجات بتفسح عن شوية حاجات لو انت معاك حاجة من الحاجات دي الحاجات دي هنتكلم عنها ولكن خلينا نكمل في الرحلة انت نزلت الوقتي من الطيارة بعد منزلت اول ما هتقابل هتقابل الجوازات الناس اللي بتختملك على الجواز ومش دايما هيختمولك يعني انا في اول مرة كنت داخل وانا داخل فيزة البحث عن عمل ختمولي دخول وبعدين مشيت وانا ماشي من البلد مختموليش خروج وانا رجع تاني مختموليش دخول وبعد ما خدت الاقامة تقريبا ما بقاش يختموا خالص فموضوع الاختام ده هما برضو لسه الدنيا بتتغير فيه مش واضح ولكن هما مش دايما هيختمولك فمش معنا انك ما تختملكش انك ما دخلتش البلد او مخرجتش من البلد لا المفروض ان بياناتك عندهم على السيستم بعد ما تعدي الجوازات هيقابلك سنديق زبالة سنديق زبالة دي المفروض ان هي انت بترمي فيها حاجات معينة ده يكون موضوع الفيديو الجاية فخلونا نكمل ونروح نجيب الشونط الاول هتروح للسير الجميل هتلاقي الشونط يعني مفيش سيور كتيرة والمطار نفسه ومش زحمة قوي هتقوم واخد الشونط بتاعتك وداخل على الجمارك طبعا انت خلاص ختمت فخلاص انت كده اصلا جوه البلد نقصك بس انك تعدي من الجمارك وانت رايح للجمارك هتقوم اديله الكارت بتاع الافصح وتبدأ تتكلم معي تعالوا بقى نقول اي الحاجات اللي انت محتاج انك تفصح عنها وانت داخل البلد فبدايا انت عايز تفصح عن اي ادوية معاك لو كانت جرعة الدوة ده اكتر من 3 شهور او 3 شهور يعني انت معاك كمية كبيرة من الدوة معاك جرعة كبيرة فانت لازم تقول الجرعة دي انت واخدها ليه ويكون معاك طبعا بريس كريبشن ويكون معاك بريس كريبشن اللي هي الرشدة بتاعت الدكتور اللي وصف لك الدوة ده فانت هتتكلم مع الاوفيسر وانت بتديره الورقة بتقوله اه انا معايا الدوة والدوة ده عشان كذا وكذا وكذا وهتوضح كل الكلام ده النقطة التانية انك لو معاك اي حاجة من الممنوعات ان هي هتدخل البلد لازم تكون رميتها مسبقا او تديها الاوفيسر بتقوله يا اوفيسر انا معايا حاجات ممنوعة خدها رميها لانك لو مرميتهاش هتحطك في مشكلة لو معاك اي مشروبات كحولية لازم تفصح عنها لان فيه لمت معين وبعد كده بتدفع عليه ضرايب وكذلك طبعا ربنا عافينا وعافيكم بس يعني دي حاجة من الحاجات اللي هم بيسألوا عنها زيها زي السجاير ليك لمت 50 سجارة او 50 جرام من التوباكو وبعد كده بيبدأوا يدفعوك ضرايب على الكمية الزيادة ولو ما افصحتش هتحط نفسك في مشكلة اي منتجات غالية غالية قوي يعني اجمالي ما يتخطى 700 دولار مش هتخصر حاجة لما تقول للرجل لو انت جاي اول مرة وجاي معاك مثلا كام لابتوب وكام مش عارف ايه مش هتخصر حاجة انك تقول له ان معايا الحاجات دي هم لا هي يغرموك عليها ولا هيحسبوك عليها ولا اي حاجة بس هي المهم ان انت تقول ان الحاجات دي معاك الحاجات اللي انت جايبها للبيزنس شايفين الناس اللي هناك دول ناتا ناتا تعايد تعايد وانا لو بوصت الباب الفيديو ده هيتعملني هتعمل بايت اي من غرا الكاميرا ينسا نسا في دولة لابتوب يصور كده هيسحل جامل شوية حاجات لو هيكون زعلان بس مش هيقول لك ايه ده بجد هيسحل بس مش هيقولي اذا ما عمل كده عمل كده عمل كده الناس اللي تستملك في الناس نعم ومشان يعني الناس بتقول ان كتر الاعدة مش كويس الحاجات اللي انت جايبها للبيزنس شايفين الناس اللي هناك دول الحاجات اللي انت جايبها للاستخدام البزنس يعني الحاجات الكمبرشل يعني يجاب معاك مثلا 50 علبة حاجة جايب معاك 100 ورقة مش عارف ايه الحاجات التي تستخدمتها لها ولكن لن تفصح عنها و تقول إنها معي أي كاش يتخطى 10.000 دولار نيوز الاندي لأن 10.000 دولار الامريكي يحب تقريبا 15.000 دولار نيوز الاندي فإنت لو معك أي فلوس كاش تفصح عنها ولكنه يتخطى 10.000 دولار نيوز الاندي و لابدت معك ورقة و تقول الفلوس ما تكون بكاوه يلنك أسحبت الفلوس من البنك تتخطى فلازم يقع معك كاش في حساب ودي حاجة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها لو شايل اي فلوس كاش لازم تجيب ما يثبت مصدر الفلوس دي هم مش هيعملو لك اي حاجة ولكن المهمة جدا ان انت تصرح وتقول ان انا معايا الفلوس دي ونقطة كده برو تيب بعد ما يعملوا هم بياخدوا فورمة ويملوها واسمك وبياناتك والفلوس اللي معاك ومصدرها وكلام ده بعد ما يخلصوا قولوا انا عايز نسخة من الورقة دي لان بعد كده لما تيجي تعمل ايداء على الفلوس دي في البنك يقولك طب مصدرها ايه هتقوله انا معايا البنك ستتمنت هيقولك طب انت دخلتها زي من المطار بس يعني من الافضل ان انت تاخد صورة من المحضر اللي هم عملو ده لان بعد كده اي حد يقولك اي جاي بفلوس دي منين قوله ملكش دعوة انا صرحت عنها مش ملكش دعوة يعني هتقوله انا قرردي عامل عليها وانا داخل في المطار وبعد ما تخلص مع الاوفيسر بيقوم الاوفيسر مدخلك على الاكس راي حط شنط بتاعتك على الاكس راي وطبعا هنا مفيش حد يساعدك في انك تحط الشنط بتاعتك فلو مراتك من سفرة لوحدها او لو انت بنت لوحدك عميل حسابك دي من اول ما دخلتي مطار اوكلند فكرة بقى الخدمات الجاهزة وان في حد يخدمك وان في حد يساعدك والمكواجي والتاكسي وكلام ده كله لازم تنساني هقيا من اول لقطة في المطار شنطك انت اللي هتشيلها بنفسك حاجة بس من الحاجات اللي فتكرتها لمنتج الفيديو ان اوكلند ايربورت عندهم خدمة اسمها اوكلند ايربورت كونسييرت سيرفزز هي حاجة ليه علاقة بان حد يستقبلك في المطار وان حد يساعدك وكلام ده وهي خدمة بتبدأ من خمسين دولار للشخص هسيب لوكوا برضو تفاصيل عنها في صندوق الوصف هتقوم شايل الشنط حطتها على المكنة والشنط دي تعادي في اكس راي فهيكشفوا عن الحاجات اللي فيها لو اكتشفوا ان فيه حاجة من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها انت مصرحتش عنها وقلتها للأوفيسر فاللحظة دي هتتغرم غرامة بداية من 400 دولار نيوزلندي الى ما شاء الله على حسب بقى ايه ما هم ما يشوفه فلازم لازم لازم تقعد مع الأوفيسر وتتكلم معاه هتقول له اه انا معايا مثلا جزم مش عارف ايه وانت جاي في الاول هتكون لسه مش عارف ايه الحاجات اللي مناسبة وايه الحاجات اللي مناسبة فاتكلم معاه خد وقتك مع الأوفيسر وابدأ اتكلم اقول انا معايا كزا ومعايا كزا ومعايا كزا وهم بيكونوا ناس لطاف جدا ومستعدين ان هم يسمعوك اساسي دي ده كان فيديو الاسبوع ده والاسبوع الجاي ان شاء الله هنتكلم عن الحاجات اللي انت مينفعش تجيبها البلد اساسا تعالي 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 نادا جاية تقول لكم حاجة مخصوص تعالي ابا هشيلك نادا عايز تقول لكم حاجة وفي نهاية هذا الفيديو ما تنسوا من اللايك والشير وسبسكرايب باي باي ما تنسوش ترعينا الجرس تنسوش تفعلوا الزرورة الجرس عشان دايما نجيلك كل جديد وسلام عليكم حاجة من الحاجات اللي كنتم مستنية الصراحة موضوع العجل اللي بيتأجر العجل الالكتروني ده والخدمة دي متقدمة من اوبا بس اللي انهم النهاردة لسه اول يوم فشكلهم لسه ما شغلوهاش بحاولي استخدم الابليكيشن بيقولي ان هو ما مش مش هنقدر نستخدمها الوقت بحاولي استخدمها اه اشتغلت هي واه اكبر طبعاً بتخوزي بوزيق شعري بس يال فكرة في ايه ان العجلة دي جمدة جداً هي الجميل فيها ان هي انا بقالي فترة كنت عايزة جرب العجلة العجلة الكهربائية فدي كانت تجربة جميلة ان شاء الله لأنني بفكر أخجبها عشان أستخدمها في مشوار الشو ممكن نبقى نتكلم على الموضوع أكثر بس لما يكون عندي وقت